مملكة البحرين إلى مزيد من التطور والتقدم بخطوات واثقة على طريق ترسيخ القيم الديمقراطية تشارك مملكة البحرين دول العالم احتفالاتها باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر من كل عام تأكيداً على التزامها بتعزيز الشفافية وسيادة القانون والمشاركة الشعبية في الحياة السياسية والشؤون العامة واحترام حقوق الإنسان في ظل المشروع التنموي الشامل بقيادة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وكانت الأمم المتحدة قد تبنت القرار للاحتفال بهذا اليوم وتم التصديق عليه في عام 2007 بدعوة قادة العالم إلى بناء عالم أكثر مساواة وشمولاً واستدامة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتقدم مملكة البحرين أنموذجاً ديمقراطياً يحتذا به في المنطقة نابعاً من الإرادة الملكية السامية التي تلاقت مع الإرادة الشعبية مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم ومع صياغة مثاق العمل الوطني الذي شكل انطلاقة تاريخية للمسيرة الوطنية ونال موافقة 98.4% من الشعب واستناداً إلى هذه الثوابت الوطنية حققت مملكة البحرين خلال العهد الزاهر لجلالة ملك البلاد المعظم منجزات ديمقراطية من خلال سن تعديلات دستورية ترسخ مبدأ المساواة بين الجميع وتضمن حقوق الأفراد رجالاً ونساءً في ممارسة حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب للمجلس النيابي وفي إطار اليوم العالمي للديمقراطية تتجلى صور الحريات في مملكة البحرين من خلال تجربتها الديمقراطية الفريدة وما زالت تحظى بمشاركة شعبية عالية من خلال الانتخابات النيابية والبلدية والتي كان آخرها انتخابات 2022 حيث سجلت المملكة أعلى نسبة تصويتاً في تاريخها وهي 73% ولا يزال النموذج البحريني الديمقراطي يمضي في طريق التفرد والتطور من أجل تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية في جميع المجالات